اشتركوا في القناة قوات المسلحة ستقوم بكل العنف وضع حد الإرهاب الموجود فيه على الفور تم البدء بالقضاء على البؤر الإرهابية وتدمير الأنفاق ونسف المخابئ التي تستخدمها العناصر المتطرفة خلال عام 2015 دخلت المواجهات مع الجماعات الإرهابية مراحل الحزم والحسم بإطلاق عملية حق الشهيد واحد خلال ستة عشر يوما هي مدة مرحلتها الأولى استطاعت القوات المسلحة مع الشرطة المدنية القضاء على خمسمائة وخمسة وثلاثين إرهابيا والقبض على ستمائة وأربعة وثلاثين عنصرا تكفيريا وإجراميا في أكتوبر من عام 2015 حتى أواخر عام 2016 تم تنفيذ عملية حق الشهيد اثنان ليتم خلالها القضاء على ستين إرهابيا إلى جانب تدمير عشرين ملجأ تحت الأرض وعدد من السيارات والمعدات التي تستخدمها العناصر الإرهابية في عام 2016 ومع احتفالات النصر بالذكرى الثالثة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد انطلقت عملية حق الشهيد ثلاثة خلالها لقي تسعة عشر تكفيريا مصرعهم إلى جانب تدمير واحد وثلاثين مخبأا وقد شهدت تلك المرحلة مشاركة القوات الجوية في يوليو من عام 2017 نفذت القوات المسلحة المصرية عملية حق الشهيد أربعة التي أسفرت عن مصرع أربعين تكفيريا وتدمير مئة عبوة ناسفة وثمان ورش تستخدم في صناعة العبوات الناسفة مع حلول منتصف عام 2018 تم إطلاق العملية الشاملة سيناء وهي تعد أهم العمليات حيث شاركت فيها كل أفرع القوات المسلحة المصرية إلى جانب الشرطة المدنية وقد أسهمت في حصار الجماعات الإرهابية برا وبحرا وجوا وأحكمت الخناق على تلك الجماعات المتطرفة بعدما تم قتل المئات منهم وتدمير عشرات سيارات الدفع الربعي التي كانوا يستخدمونها نجع هذا الوطن الأبي بطليعة أبنائه في القوات المسلحة والشرطة وبدعم شعبي لا مثيل له في محاصرة الإرهاب ووقف انتشاره وملاحقته أينما كان وبينما نستمر في مواجهتنا الشاملة للإرهاب نسير في الوقت ذاته على طريق تنمية سيناء وزرع الخير في كل أرجائها فالمساهمة في الحرب على الإرهاب ليست بالسلاح والقتال فقط وإنما بالبناء والتنمية وتشييد المشروعات وتوفير فرص العمل وتحقيق الأمال في مستقبل المصر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر